يقول أخرج بعض طلبة العلم مطويةً مطبوعة خلص فيها إلى أن الذهاب إلى مكة للعمرة أو الحج في هذه الأيام محرماً لوجود المنكرات وعدم الإنكار بزعمه فما توجيهكم؟ هذا كلام جاهل في الحقيقة ومبالغه وغلو في الحكم الشرعي ألا يجوز هذا الكلام ومكة ما يبكى موصف الحمد لله فيها تحفظ وفيها ضبط وفيها أمن وفيها رجال الهيئة في المسجد الحرام وفيها الجنود وفيها ضبط تام ولله قد يحصل بعض الأمور غير مقصودة والإنسان يتجنبها أما أنه يحذر من العمر ويقول أنه حرام وأن المسجد الحرام ضايع هذا كلام مجازغة ألا يجوز الكلام هذا وهالمطلوية يجبتم نعم نعم